سائلة هل يجوز لزوجي منعي من زيارة أم المريضة وأنا أسمع كلامه رغم عدم وجود سبب مقنع لعدم ذهابي إلى أمي وأنا لا أقصر في إرضاء أهله ماذا أفعل معه الجواب بحول الملك الوهاب اسمعي وأطيعي لزوجك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها أو كما قال عليه الصلاة والسلام هذا أولا ثانيا اعلم أيها الزوج أن صلة الرحم فريضة يؤجر المرء بفعلها ويأثم بتركها ثالثا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة قاطع وأنت تزوجت بنت الناس هذه لتتعاون معها على البر والتقوى لا لتتعاون معها على الإثم العدوان وهي تطلب زيارة أمها المريضة والله تعالى قال وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرْ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا ثم ماذا؟ ثم ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن رب العزة عز وجل عبدي يا ابن آدم يا ابن آدم مرضت فلم تعدني فيقول كيف أعودك وأنت رب العالمين فيقول جل وعلا أما علمت أنك لو عدت عبدي فلان لو وجدت ذلك عندي عبدي استطعمتك فلم تطعمني كيف أطعمك وأنت رب العالمين فيقول أما علمت أنك لو أطعمت عبدي فلان لو وجدت ذلك عندي عبدي استسقيتك فلم تسقني فيقول كيف أسقيك وأنت رب العالمين فيقول أما علمت أنك لو أسقيت عبدي فلان لوجدت ذلك عندي فيا أيها الزوج ما تحبه لنفسك ولأمك وأبيك حبه لغيرك من المسلمين والرسول عليه الصلاة والسلام قال في خطبة الوداع اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم عوان أي أسيرات والله أعلم طيب